شكراً دكتور عبدالله على التعليق الجميل كما عودتنا بتعليقاتك الجامعة يعني اتفك معك والله تماماً يعني تأهيد اليمن أنا أصور الجهات المسؤولة هو أمانة مجلس التعاون تشعر بما تشعر به على ما يبدو ولكن مع الأسف شديد أن مجلس التعاون بطيء في اتخاذ الطرارات من سنوات طويلة نسمع عن استكتام البطاقة منذ عشر سنوات ماضية الآن بدأت بعض الدول تستخدم البطاقة لدخول الدولة الأخرى رفع القيود عن القوى العاملة المفترض أنه ما يعقذ فترة طويلة كما أخذت مسألة استكتام البطاقة اليمن أيضاً مثل التأهيل الذي يكرت هو الآن يدرس في دول مجلس التعاون أنا أتصور أنه لن يخلوم بعض المشكلات لذلك ينبغي التريث وينبغي الدراسة وينبغي دمت اليمن مع دول مجلس التعاون بناء على دراسة وبناء على دراسة لأبعاد الموضوع لأنه قد يضر دول مجلس التعاون وقد يضر حتى اليمن ولكن في النهاية هو مختلف جيد لأخوة أعود بس للدكتور أبو الخالد قال ماذا يعمل الباحث الجاد إذا كانت الإفصالات فيها لا يستطيع أن يعمل كثير لأن المسوحات التي تجرى على مستوى الدول تكلف كثير من المبالغ وتحتاج إلى طاقات بشرية كبيرة لا أستطيع أن أدرس البطالة وأعمل مسح يسمى الجميع مناطق الأمناك شبه مستحيل فتبقى الجهات المسؤولة والرسمية هي المسؤولة السؤال يقول أين جهود طلاب الجامعة وأبحاثهم في غياب جهد منجات أخرى من أجل الحمل على دراسة أثر الحمل الواثل على البلد طبعا هناك جهود للداحثين وهناك جهود للطلاب ولكن إذا كانت المعلومات محدودة وغير متاحة بشكل سهل وبشكل تفصيلي تشعب الدراسة الجادة والمفيدة مثل ما أشرت إذا كان جزء من الشكان في قطر لا تعلن عن معلومات عنهم كيف تدرس التركيبة الشكانية في قطر إذا كان الخصائص الاقتصادية للشكان الواحدين حسب تعداد المملكة غير متاحة كيف تدرس العمالة الواحدة في المملكة هناك مشكلية كبيرة أنا أتخبر يعدرون وأجد العذر للباحثين في مجال السكان والإجتماع للي قل لك البيانات السكانية وصعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان وأيضا تضاربها لأن لو الجهات المسؤولة أن تتيح المجال للباحثين لصححوا الخلب ووضعوا أيديهم على سبب تضارب في البيانات ومن ثم الخروج ببيانات دقيقة في المستقبل يعتمد عليها ويعتد بها شكرا المداخلة لدكتور عبد الله السبحان وزارة سبحان شكرا أشكرا أشكرا دكتور سود المحاضرة وحتيقة جميلة وديدة وكانت كلوحة تمسي المحاضرة ومسحك الله لو استرسل فيها الدكتور عبد الله زيدان ذكر أنه سينطلق من منظور تاريخي باعتبار التخصص وأنا سينطلق من منظور اجتماعي باعتبار التخصص كذلك أستغلب دكتور بداية غياد دولة اليمن في التشكيخ الدراسة تعرفنا أنها دخلت في أربع قطاعات في نفس التعاون الرياضة والشباب والتعليم والصحة وشو التسلمعية كنت توقع أن يفرد شيء من إحصاءات اليمن في الدراسة باعتبارها جزء من منظومة مجلس التعاون العمالة اليمنية وما أثير حولها من أشكالات في ظني أن أثرها الاجتباعي لو تأملنا سيكون له أقل ضررا من غيره من الجنسيات الأخرى بالذات غير العربية وغير المسلمة التي تستقدم بأعداد كبيرة في دول المجلس الإشكال الحقيقي في ظني في الاتطاة التي حصلت أنه ضيب البعد الاجتماعي والبعد العقدي والثقافي للإنسانية متعانل مع القضية التنمية وتعامل اقتصادي بحث وفي ظني أنه ضيب هذا الأمر وإن كان منتبهها له في الفترة الأخيرة التعليق الحقيقي على متطلبات سوق العمل أنا أظن هذه الكلمة عائمة ماذا نحتاج في سوق العمل؟ نحن فقط الطبيب والمهندس ومهندس الكمبيوتر عندنا نقص كبير في القضاء عندنا نقص كبير في الاجتماعيين عندنا مشكلات كبيرة جدنا في المجتمع نفسية واجتماعية لا نجد المختصين لها ومع ذلك تقفل أقسام الاجتماع وأقسام التاريخ وأقسام الجغرافيا أقسامت في بعض الجامعات بحجة عدم الاحتياج في سوق العمل سوق العمل من الذي يحدد احتياجه؟ هل هو مادي اقتصادي بحث؟ فنقول معا لكن إن نظرنا بمنظور اجتماعي شامل فنحتاج للتاريخ والجغرافيا والاجتماع وكذلك النفس أحد الأخوة طرح في قضية بقاء العمالة المشكال الحقيقي هو أن الآن الاتفاقيات الدولية تلزم الدول أنه بعد بقاء العمالة فترة معينة يكون لهم حقوق وممثل في البرلمان لذلك دول المجلس تطرح في اجتماعاتها الرسلية الآن أن تحدد مدد كما حصل في عمال وإن كان لها آثار سلبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر